البيان الحكومي بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمستثمر في ذات الوقت أهلا قد بلغت اللهم فاشهد أنا مش هعلق حتى على ده أنا مانع نفسي نعلق بالعافية بس ممكن نتكلم على نتكلم نناقش ده في إنه إنه أنا هنا لا ده ضد مصالح المستثمر وضد مصالح الدولة اللي بيحصل ده العمال مع الأهالي مع المزارعين هم اللي بيديروه بيعملوا أرباح يبقى ضد حد ما محدد مصنع قوطة للسلب مش بس يعني أصلا حد يقول إنه موضوع نوباسيد ممكن يبقى أسه مصنع قوطة للسلب آه يعني بعد يعني كل أنواع النضالات الممكنة وبعد ما الدولة آه حربتهم بكل الطرق الممكنة العمال اتفقوا إنه هما حياة يعني حيشيلوا عب الملايين اللي المستثمر ساب المصنع كده والشركة بيها منها 17 مليون جنيه للكهرباء إنه وإنه هما حيسي حي 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 يديروه بشكل جماعي من خلال انتخاب مدير المدير ده بيبقى مسؤول أمام مجلس الإدارة فيه من ممثل العمال يبقى هنا أثبتوا إنه المصنع ممكن يدار بدون اللي اسمه صاحبه ده اللي مشي اللي ما عملش حاجة غير إنه سرق العمال وسرق الدولة هم؟ وأوقف الانتاج وخلونا أستخدم الجملة دي عشان عايزة أستخدمها أوقف عجلة الانتاج أشكرك لازم مش ممكن نتكلم على الموضوع سيدنا من خير ما نجيب سرقة العجلة يعني أوقف عجلة الانتاج وعمال الشركة قال له وإحنا عايزين نفتحها فالدولة أتلوم لا أنا الراجل أوقف عجلة الانتاج على العيني وعلى رأسي وقطعوا عنهم الكهرباء وعملوا شوف كل الطرق ممكنة بس هو الأهم إيه؟ إنه أثبتوا إنه ممكن إدارة منشقة صناعية بتلك الدخامة ويكون فيها مدير بيساعد في الإدارة ويكون فيها مديرين متوسطين ويكون فيها عمال بس صاحب القرار النهائي اللي المدير ده بيشتغل عنده هو العمال بادل بالزبط اللي إحنا قلنا اللي حطين الملايين في البنوك بالزبط فيه تجارب من ده اتعملت في التاريخ ولكن الأهم إنه تجارب زي دي اللي بتدينا فعلا لمحات من مجتمع قادم أو ممكن يبقى قادم مجتمع بشكل مختلف اتحققت منه تجارب مايكروسكوبية في خضام ثورة شعبية إنه إنه ده ممكن يحصل بس مش ممكن التجارب دي تستمر ولا تبقى في ظل النظام التبقي اللي إحنا فيه لإنه التبقى الحكمة والنا تاني هي معها الدولة اوكي فالأنا واضح هني طولت أنا حقول نقطة أخيرة على موضوع الثورة وبعدين نفتح الحوارات وممكن حتى أثير أنا نقاط كنت عايز أثيرها أنا عايز أقول إنه إنه على كل مناضل من أجل الإصلاحات إنه يمد نظره حتى يرى جوهر النظام اللي إحنا بنطلب منه تحقيق الإصلاحات دي ونرى جميعا إنه إنه الديمقراطية مسألة تبقية في مصر لها أعداءها اللي هم بيحكمونا بالحديد والنار لصالح طبقة حكمة بمصلحتها إنه ما يبقى شي ديمقراطية وإنه الحرية مسألة تبقية إنه الحرية هي قيمة وطريقة حياة تفيد أغلبية هذا الشعب على مستوى الإنسانية وعلى مستوى النضالات اللي نخدها ولكنها ضد مصالح الطبقة الحكمة ودولته إنه العدالة الاجتماعية ضد الطبقة الحكمة ودولته إنه الكرامة الإنسانية ضد الطبقة الحكمة ودولته فعلى أي من وجهة نظري على أي مطالب بالإصلاحات وبناء على بناء على التحليل وبناء على خبرة ثورة يناير إنه يعرف إنه المعركة من أجل الإصلاحات هي مواجهة مع الطبقة الحكم على جميع المستويات يعني فضح القضاء الشامخ دي معركة يجب أن تخاض وهي معركة شئنا أم أبينا هي ضد مصالح النظام اللي بيحكمنا ككل فنبقى وعيين بدا نبقى وعيين بإنه إحنا بنناضل من أجل الإصلاحات ولكن لا نناضل من أجل الإصلاحية إنه سابلنا لا يمكن أن يكون الإصلاحية لأن الإصلاحية معناها أن هذا النظام يمكن إصلاحه مع بقاءه على ما هو عليه ولكن النضال من أجل الإصلاحات بشكل حقيقي ومجدي ومتصق يجب أن ينبني على الفكرة اللي فهمناها من الثورة والثورة كانت دي أهم درس لها إنه إحنا يجب أن نناضل من أجل الإصلاحات ولكن كل إصلاح الجماهير بتاخده هو في الواقع هزيمة لهذا النظام اللي لا يمكن نقدر نعيش ناكل عيش ونتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة إلا عندما نستطيع أن نهزم تلك الطبقة الحاكمة مع تغيير النظام بمعنى أنه الثورة القادمة أكبر درسة قدمت هنا ثورة يناير هي أن الثورة القادمة يجب أن ترفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام ولكن نفهمه بشكله العميق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر